شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطاراً مكيفاً للخط الأول لمترو على أنفاق وذلك بقيمة 776.9 مليون يورو يأتي هذا التوقيع في دوء خطة لتطوير الخط الأول وتوريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجمعي الأغدر النظيف الصديق للبيئة خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمحافظة على سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لمستخدم المترو واستعاب الزيادة المطاردة في أعداد الركب